اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم على الغيبوبة الكبدية اللي هي اسمها هباتيك انكفالوباثي واللي زمان كانوا بقولوا عليها هباتيك كوما لكن تعبير مش دقيق شوية لان مش شرط يكون الانسان في غيبوبة كاملة الهباتيك انكفالوباثي درجات زي ما هنعرف بعد شوية الغيبوبة الكبدية دي بتحصل للناس اللي عندها تلايف في الكبد في المراحل المتأخرة الناس اللي اصبح عندها فشل في وظيف الكبد مش بس تلايف في الكبد وغالبا بيبقى معاهم حاجة اسمها بورتال هايبرتينشن او ارتفاع الضغط في الوريد البابي البورتال فين او الوريد البابي ده الوريد اللي بياخد الدم من المعدة ومن التحال ومن الامعاء وبيوصلوا للكبد والكبد بيقوم بدوره انه يشيل السموم من الدم ده وبعض المواد الضرة وبعدين يوديه على الدورة الدموية مرة اخرى عشان الجسم كله يستفيد به فلما يبقى فيه بورتال هايبرتينشن او مشكلة في هذا الوريد البابي الضغط فيه زيادة فالدم ما بيوصلش للكبد بالعكس بيرجع تاني ويدخل الى الدورة الدموية بطرق تانية حاجة بنسميها بورتو سيستيميك شانس او كولاترالز وبالتالي الدم ده ما بيعديش على الكبد فنقدر نقول ان مشكلة الغيبوبة الكبدية ان في مواد ضارة زي الامونيا دي اشهرهم بتكون سامة وتأثر على مخ الانسان ما بتعديش على الكبد او بتعدي على الكبد لكن الكبد ما بقدرش يتعامل معاها ويتخلص منها لان الكبد نفسه فيه تلايف فمش قادر يتعامل معاها ودي اشهر نظرية بتفسر الغيبوبة الكبدية لكن في نظريات تانية مفيش داعي للحديث عنها دلوقتي ممكن تكون سبب برضو في الغيبوبة الكبدية طيب عيان دلوقتي ماشي كويس عنده تلايف في الكبد لكن حالته مستقرة ومفيش غيبوبة ولا حاجة ايه الاسباب اللي ممكن تدخل الشخص ده في الغيبوبة الكبدية؟ رقم واحد هو الجاسترو انتستينا البليدينج او النزيف الدموي واحد عنده دوالي مريء مثلا فحصل فيها نزيف فطبعا بينزل المعدة جزء وممكن يرجع جزء من هذا الدم فالدم اللي نزل في المعدة بيتهضم وبيطلع منه امونيا بكميات كبيرة جدا ويبقى ده هو السبب كمان الشخص ده لو نزف كتير ممكن يعمل رينا الهايبوبة فيوجن يعني الدم اللي وصل للكلة هيكون قليل وبالتالي يعمل اكيوت كدني انجري وبالتالي دي كمان تساعد في حدوث الهيباتيك انكفالوباثي او الغيبوبة الكبدية كمان الشخص اللي نزف ده ممكن يحتاج دم وممكن لما نعلق له دم يحصل هيموليتيك ري اكشن ويحصل تكسير في كرات الدم الحمرة وبرضو ده يساعد في حدوث الغيبوبة الكبدية السبب الثاني هو العدوى او الانفكشن تقريبا بكل انواحها بطريقة او باخرى بتعمل برضو غيبوبة كبدية السبب الثالث هو الامساك الامساك بيخلي الطعام يقعد فترة اكبر في الجهاز الهضمي وبالتالي برضو انتصاص الامونيا بيزيد وبيكون سبب في الغيبوبة الكبدية السبب الرابع هي بعض الادوية زي مثلا مدرات البول مدرات البول معظم مرضى الكبد بياخدوها لها منافع كتير طبعا لكن احيانا تكون سبب في حدوث الغيبوبة الكبدية كمان الابياتس الادوية اللي هي المهدئة اوبياتس والبنزو دياسيبينس زي الزلام مثلا الانتي ديبريسانس مضادات الاكتئاب ومعظم الادوية اللي هي بتعمل سي ان اس سبريشن والسبب الخامس هو الرينال فاليور مشكلة او فشل في وظيف الكلا برضو ده بيخلي الكلا ما تتخلصش كويس من الامونيا وبالتالي مستوى الامونيا يزيد وبردو تعمل غيبوبة كبدية اما السبب الاخير اللي هنتكلم عنه اللي هو الهاي بروتين انتيج احيان عنده تلايف الكبد وفشل في وظيف الكبد واكل بروتينات بكميات كبيرة جدا ممكن كمية البروتين الكبيرة دي تدخله في غيبوبة كبدية نيجي بقى نتكلم على درجات الغيبوبة الكبدية الغيبوبة الكبدية مش شرط تيجي بغيبوبة كاملة من البداية الغيبوبة الكبدية ليها درجات اول درجة هي جريد زيرو او الدرجة السفرية اللي غالبا محدش هيعرفها لان بيبقى فيها اتراب بسيط بس في الزاكرة اتراب بسيط في التركيز والادراك غالبا محدش بيلقطه وبيعدي من غير محد ياخد باله منه وعشان كده بنسميها كوفرت هباتك انكفالوبة يعني متغطية او مخفية محدش يعرفها بعد كده جريد وان او الدرجة الاولى ودي العيان ممكن يلاقي فيها شوية توهان ممكن يلاقي مشاكل في النوم يعني بدأ ينام كتير زيادة عن الطبيعي بتاعه او بدأ ينام قليل اقل من الطبيعي بتاعه او انعكس نمط النوم بتاعه يعني بدل ما الناس بتنام بالليل وتصحب النهار هو عكسها بقى ينام بالنهار ويصحب الليل ده يبقى مؤشر ان الراجل ده داخل فيه غيبوبة كبدية كمان في جريد وان ممكن يلاقي شوية اتراب في المود ممكن الراجل ده يحس بسعادة بدون سبب ممكن يحس باكتئاب بدون سبب ممكن شوية توتر وممكن التركيز بتاعه يقل شوية برضو ممكن دي تعدي شوية على بعض الناس لكن انت لو دققت كويس وخدت هستوري كويس من العيان وسألته هتعرف ان ده جريد وان هباتك انكفالوبة بعد كده جريد تو او الدرجة التانية في المرحلة دي العيان بيحس بخمول لا مبالاة عدم ادراك الوقت ما يبقاش عارف احنا في اي يوم ممكن يكون فيه ارتباك ممكن يبقى فيه اضطراب في الكلام الكلام بتاعه مش طبيعي سلارد سبيتش وممكن يبقى العيان دايخ وممكن يبقى فيه سلوك غير مناسب وعمره كويس وسلوكه مهزب يبدأ يعمل سلوكيات مش مقبولة من الناس يشتم يتعصب فدي برضو علامة من علامات جريد تو كمان في الجريد تو بنلاحظ حاجة اسمها استريكس او فلابينج تريمورز تقول للعيان مد ايدك لقدام ويفردها بالشكل ده كده تعمل الايد وكده تبقى مفرودة تلاقي الفلابينج تريمورز شغالة ومن اول جريد تو بنسميها اوفرت هباتك انكفالوبتي يعني الاعراض بتاعتها واضحة ونقدر نشوفها بعد كده جريد 3 او المرحلة التالتة طبعا هتبقى اشد من المرحلة التانية العيان ممكن يكون نايم طول الوقت لكن تصحي يصحى ويتكلم العيان ممكن مايبقاش عارف للوقت ولا المكان ولا الاشخاص والعيان تايه بشكل كبير وما بينفسش الاوامر فمش هتقدر تقول له افرد ايدك عشان تشوف الفلابينج تريمورز هو مش هيسمع الكلام اصلا والعيان تايه تماما وممكن تلاقيه بيقول اي كلام وكلام غير مفهوم اما المرحلة الاخيرة فهي جريد 4 او الدرجة الرابعة العيان في الوقت ده بيبقى في كومة او غيبوبة كاملة سواء بيستجيب للألم او مايستجيبش يعني ممكن الراجل يكون في غيبوبة كاملة لكن تيجي تقرسه يفتح عينيه ويفوق او ممكن تيجي تقرسه كمان مايفوقش ويبقى فيه غيبوبة كاملة كمان انت ممكن تلاقي مع العيانين تقريبا في اي جريد فيهم علامات الـ liver cell failure زي مثلا تورم السقين زي الاسايتس او استساء البطن زي السفرار الجلد سفرار العين زي البالما الاريثيما والحاجات التانية اللي احنا عارفينها بتاعت الـ liver cell failure وكمان تلاقي ريحة نفسه مش كويسة اللي هي الفيتر هيباتيكاس ريحة مميزة تقريبا تبقى شبه البرواز شوية ساعات يقولك شبه العفن ساعات شبه الفكهة اللي هي مش كويسة وهكذا ريحة نفسه بتبقى مميزة ومعروفة اللي هي فيتر هيباتيكاس ايه هي الفحوصات اللي مطلوبة للعيان اللي عنده هيباتيك انكفالوباثي الحقيقة ان التشخيص بتاع الغيبوبة الكابيدية بيكون clinical انت بتشوف العيان غالبا بتعرفه لكن لو حبيت تتأكد بتعمل تحليل الامونيا في الدم والافضل ان انت تعملها يا اما شورياني ارتيريال يا اما فينس بس ما تكونش رابط بتورنيكيه ما تقفلش باستك او بتورنيكيه او حاجة لازم يكون free blood في الغالب هتلاقي الامونيا مستواها عالي ممكن كمان تحتاج تعمل EEG رسم مخ بساعات بيساعد في بعض الاحيان ولو انت خايف ان يكون سبب تاني هو اللي عامل الكومة انت خايف مثلا ان الراجل دا يكون عنده نزيف في المخ او عنده جلطة في المخ اعمل له طالعا CT او MRI ايه هو بقى علاج الغيبوبة الكابدية ركز معايا بقى وصحصح وفوق وصحصح برضو اي عيان طوارئ ABC دي خلاص قاعدة الكل اللي حافظها هل الاروي بتاعه مفتوح ولا لا محتاج تعمله تلت تشين ليفت ولا لا بالع لسانه محتاج تعمله CPR في الرست الفيتال ساينز بتاعته اخبارها ايه الضغط الحرارة الحاجات دي كلها خلاص معروفة بقى وتقس له السكر بتاعه طبعا وتركب له الكانيولا الحاجات دي ABC ناس كلها المفروض تكون عارفاها لكن نيجي بقى للعلاج المحدد للغيبوبة الكابدية العيان لو جالك وانت عرفت ان هو grade 0 او grade 1 العيان ده ما بتحجزوش بتعالجه في البيت عادي بتديله لكتيولوس ورفاكزيمين ويتابع معاك كل فترة في العيادة الخارجية وتقيم حالته هل هي بتسوق ولا بتتحصل اما لو كان grade 2 او 3 او 4 في الحالة دي بيتحجز في المستشفى وبتبدأ العلاج بتاعه زي ما هنقول الخطوات بالزبط اولا تحاول تعالج الاسباب اللي دخلت الراجل ده في الغيبوبة الكابدية ازاي؟ يعني مثلا الراجل ده لو عنده نزيف من دوال المريء يبقى يدخل منزار ويعمل ربط الدوال المريء وتعوض الموضوع ده بالدم والفليودز وتعالج الموضوع ده الراجل ده لو عنده عدوى تديله مضادات حيوية او على حسب العدوى الموجودة عنده الراجل ده لو عنده امساك تديله ملينات وتعمله حقا شراجية اذا تطلب الامر العيان لو عنده هايبوفوليميا ممكن تعلق له محليل العيان لو بياخد ادوية وانت شايف ان هي ممكن تكون سبب في الغيبوبة الكابدية وقفها يعني مثلا بياخد مضرات بول وقفها مؤقتا لو بياخد اوبييتز او بنزو دياسيبينز زي مو قلنا وقفها طب لو العيان في حالة هياج وانت بحاجة تديله حاجة تهدي شوية ممكن في الحالة دي تديله هالوبوريدول لو العيان كان جريد ثري او جريد فور وانت خايف لا يحصل له اصبيريشن خايف انه يشرق لما بيجي يشرب او ياكل والطعام او الميا يدخل مجرى التنفس او الرئتين يبقى في الحالة دي يركب له اونيزو جاستريكتيوب والعيان ده طبعا هيكون محجوز في العناية المركزة النقطة اللي بعد كده الغذاء العيان ده ياكل ايه طبعا المشكلة الاكبر او اللي بيتكلموا عنها دايما يقولك لو بروتين دايت العيان ده ياخد اكل فيه بروتين قليل او حتى يعمله بروتين ريستريكشن طبعا الكلام ده فيه جدل كتير وقالوا ان العيان ممكن نعمله بروتين ريستريكشن في الحالات الشديدة جدا فقط والفترة قصيرة لان البروتين ريستريكشن ده هيدخل العيان في مال نوتريشن اللي ممكن تكون اخطر من الهباتيك انكفاله باتلي فالعيان مسموح له انه ياخد حوالي ستين جرام بروتين يوميا ويفضل ان احنا نديله البروتينات من مصدر نباتي لكن ده لا يمنع المصدر الحيواني وعشان ما تلغبطش نفسك كتير خليه ياخد لحوم مرتين او ثلاثة اسبوعيا ويفضل انه يكون سمك او فراخ ونبعد شوية عن اللحوم الحامرة في الوقت ده النقطة اللي بعد كده في العلاج رقم واحد في العلاج بقى ونبر وان الحقيقي هو لاكتيولوز اللاكتيولوز ده مهم جدا جدا لانه بيقلل امتصاص وانتاج الامونيا من الامعاء الدقيقة بعد الطرق مفيش داعي للكلام عنها دلوقتي لكنه مهم وحيوي وكمان ممكن نديه سواء في علاج الغيبوبة الكابدية او حتى كوقاية واحد ماشي كويس ممكن ياخد اللاكتيولوز كوقاية عشان ما يدخلش في الغيبوبة الكابدية وزي ما قلنا جريد زيرو وجريد وان بياخد اللاكتيولوز عشان الموضوع ما يتطورش معها بعد كده ممكن تبدأ مع العيان ده تلاتين ميليليتر اللي هو تلاتين سنتي سواء مرة في اليوم او مرتين والهدف بتاعك ان العيان ده يعمل من اتنين لاربعة براز في اليوم يكون شبه الاسهال شوية وفي الحالات الشديدة انت ممكن توصل بالجرعة لتلاتين ميلي اللي هي تلاتين سنتي كل اربع ساعات ولو انت مش عارف تدينه اللاكتيولوز ده بالفم او بالنزوجاستريكتيوب الامبوبة المعادية لأي سبب فانت ممكن كمان تدهوله في الحقنة الشراجية تحط 300 سنتي لكتيولوز مع 700 سنتي مية في الحقنة الشراجية وممكن تعمل الموضوع ده مرتين في اليوم تلاتة وممكن لحد ما توصل كل اربع ساعات النقطة اللي بعد كده في العلاج هي المضادات الحيوية كانوا زمان بيستخدموا النيومايسن دلوقتي خلاص مبقوش يستخدموه ممكن يستخدموا الميتروندازول اللي هو في لاجيل وممكن الكنولونز عن طريق الفم لكن برضو من احسن المضادات الحيوية اللي بيستخدموها حاليا هي الريفكزيمين اللي هو الاسم بتاعه جاستروبيوتك مثلا ده كويس ليه؟ لانه تقريبا بيشتغل موضعي بس يعني بيشتغل داخل الجهاز الهضمي فقط لغير ويمنع تكوين البكتيريا اللي هي بتسبب زيادة او افراز الامونيا الجرعة بتاعته ممكن تديله 400 ميلي جرام تلات مرات يوميا وتعرف بس ان من الاعراض الجانبية بتاعته ان ممكن يعمل بريفرال اديمة تورم في الاطراف وممكن يعمل نوزيا او غثيان النقطة اللي بعد كده الهيباميرز اللي هو الورنثين الاسبرتيت مشهور هيباميرز ده برضو علاج الهدف منه ان نقلل الامونيا اللي موجودة في الدم في منه امبولات وفي منه اكياس لكن نخلي بالنا في الهيباميرز ما بندهوش الا اذا كانت وظيف الكلا كويسة والكرياتينين يكون اقل من ثلاثة اكتر من ثلاثة ما بنستخدمش الهيباميرز عيان الغيبوبة الكابدية ممكن تحط له امبولين على جلوكوز 5% لكن ببطء شديد الامبولين اقل حاجة على ساعتين وممكن في الحالات الاشد خطورة نزود الجرعة لحد ما نوصل من 6 ل 8 امبولات يوميا كمان العيان ده ياخد زنك الزنك مفيد جدا لمرضى الغيبوبة الكابدية 600 ميلي جرام يوميا كمان الراجل ده لو مش عارف ينام بالليل ممكن تديله اتش وان بلوكر زي الهايدروكسي زين لانه بيعمل له سيديشن ويخليه ينام بالليل وما ننساش طبعا الحقنة الشراجية زي ما قلنا وكل اللي انا قلته ده خاص بالغيبوبة الكابدية لكن العيان بتاعك تعتني به زي اي عيان عناية مركزة وفي النهاية احب اشكركم اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضرتكم